التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم نعم يعني هل بينهما تعارض قال طائركم عند الله ثم قال طائركم معكم لا تعارض معنى طائركم عند الله ما قدر الله عليكم من خير أو شر طائركم معكم أي بسبب ذنوبكم فالسبب من قبل العبد والقدر من جهة الله سبحانه وتعالى أو يقدر الخير ويقدر الشر يقدر الخير فضلا منه سبحانه ويقدر الشر عقوبة لمن استحق ذلك فالمرجع إلى الله عز وجل تدبير بيد الله سبحانه وتعالى نعم